بتشوف نظراء على مرسل كولر مع الأهلي بالحي komme بيعمل الالعاب ما ي anywhere يتلعبọiًا فلو ما بينها رأيها مختلفة قريب من بعض الع準 لكن كولر مختلف حتى allí تشوف نظر جزء كولر إلي أنا إ mailbox أفضل من سر وجعل كولر إلي ما هلان educatesaitو بكم جديد وكان لما خلص بقى مدرب في سويسرا وبعد كده مدرب لمنتخب النمسا مدرب كبير وعنده سي دي كويس ومحترم طبعاً نادي الأهلي حاجة جميلة أنه هو جاب المدرب دوت إيروتيشن اللي حضرتك قلتي عليه ده معروف جداً في أوروبا لازم يريح لعبة كتير علشان أساس أنك برضو بيلعبه كاس ودوري فبيريح الناس اللي تلعب في الدور بيلعب الناس اللي تلعب في الكاس فطبعاً نحن عندناش الوقت دوت فإنما اللعب تبتلح في النادي الأهلي في النادي الأهلي كل 25 لعيب المقايدين في النادي الأهلي أو 30 أو 5 اللي هم الشباب لازم يكون على مستوى واحد يعني ما يغير ويعملوا الكيشن بين اللعيبة اللي ينزل مكان ده ما بتحسش أنه هو فيه ألأ أو فيه مشكلة أنه واحد يتغير أو واحد أساس ما بيلعبش ده مهم جداً وبيأمنك وقت الإصابات اللي احنا بنيجي في نص الموسم كده تلاقي الدنيا الدنيا طبعاً ومنتخب وأفريقيا وكاس عالم بتبقى الدنيا صعبة جداً فهو أنا شايف أن الراجل دوت كولر بصراحة عمل حالة كويسة جداً بين اللعيبة مش هتلاقي إن شاء الله مع نهاية الموسم مش هتلاقي لعبة كتير جداً مصابة ده مهم جداً لأن اللعيبة أنت لازم تحافظ عليها لأنك بتلعب برضه في أفريقيا وسفر كتير وملاعب ساعات بتبقى وحشة خالص يعني فأنا شايف أنه هو بيعمل حالة كويسة جداً وماشي كويس ونتائجه وماشي كويس جداً نتيجل كويسة جداً لا أولا ما بجاء بصراحة أولا ما بجاء ما بدأ بصراحة نتائجه هيلة جداً وعمل اللي هي الفوت يعني الفول مارك حالة كويسة بين اللعيبة كمان جداً وده مهم جداً ولحالة نفسية اللعبنا شايف أنها حالة نفسية كويسة جداً بالنسبة للعيبة حدداك شايف يا كابتن إهيفن توقف المسابآت المحلية مأثرة على اللاعبين شايف إن ده باين ولا مش باين بصي حضرتك هو بيأثر على جزء من الأندية وجزء الأهلي مثلا لو ماشي بطريقة كويسة جدا وماشي كويس جدا وجيه توقف دوري ممكن يأثر على النادي ممكن يأثر على النادي مش بالضرورة يعني وفيه فرقة تانية بتبقى ماشية وحش جدا وتوقف الدوري ده يساعدها فهي يعني زوحة الدين إذا كان ممكن يخدم فرقة وممكن ما يخدمش فرقة تانية فرقة ماشية كويس جدا ويجي بتوقف ستوب بعد كده بتعافش تلمي نفسها تاني الفرقة وفيه فرقة تانية بتاعف تلمي نفسها وتخش في الأجواء تاني من جديد إنما هي يعني زوحة الدين يعني سلاح زوحة الدين يعني 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 إن شاء الله النادي أهلي بتقصوش بحاجاتنا يا رب احنا موسقين في ده إن شاء الله كابتن حراس المرمى دايما بيقى فيه حارس هو الأول وهو الماسك مسؤولية الفريق ولو الحارس ده لقدر الأطصاب لو الحارس ده مجهد بيتم الاستعانة بحارس مرمى تاني وده بيحط حراس المرمى الاحتياطيين في حتة إنه ما يبقاش عندهم الثقة الكافية حضرتك شايف إزاي ممكن نتعامل مع حارس المرمى الاحتياطي إنه نديله ثقة هل ينزل ماتشاط بدل الحارس الأول يعني ممكن نتعامل إزاي مع موضوع ده عشان المشكلة دي في كل الأندية مش بس النادي الأهلي هي مشكلة بس هي كمان مش مشكلة هي مشكلة ومش مشكلة بالمعنى إيه؟ ده يعني أنا كمدارب حراس المرمى أنا الأربع اللي بيشتغلوا معايا الأربع زي بعض وبيحبوا بعض وعمر ما فيه حد جالي قال لي أنا ما بلعبش ليه لأنه بياخد التمرين زيه زي الأول يعني الرابع زي الأول زي الثالث زي الثاني كله زي بعض بمعنى إيه؟ إنك إنت راجل بتلعب في منتخب مصر أو في النادي الأهلي أو في أي فرقة كبيرة فإنت لازم بتاخد عقد عندك احتراف إنت وراجل محترف يعني التلاتة اللي احنا شايفين هم التلاتة اللي بتمرنوا الشيناوي وعلي لطف وشوبير لازم ومعهم طبعا حمزة ومعهم برضو مصطفى مخلوف اللي هو معايا في المتخب الشباب لازم اللي أربع يكونوا على مستوى واحد آه فيه فرق إن ده راجل الشيناوي ده رقم واحد يلعب كتير جدا ولعب عدد ساعات كتير جدا من المباراة أوكي تمام جدا بس الحارس التاني لما يلعب ما يكونش فيه فرق كبير خالص يعني أنا خدت في البطولة العربية كان المفروض اللي هيلعب لعي حارس تاني الحارس ذات صاب أول ما روحنا اللي هو الحارس التاني وحبت نادر مثلا خد أحسن حارس بالبطولة لأن العمل النفسي بالنسبة للحراس أو للعيبة لازم يكون عالي لازم يكون الأربع يكون بتعاملهم كويس علشان ما تخسرش حد فيه وأنا بالنسبة لي أنا ممكن أروح وراه أصحى الصبح ألاقي واحد عنده بردة عنده بتاع طيب هتعمل إيه فلازم التاني يكون جاهز فده مهم جدا دي أنا أقول لحدك هي مشكلة ومش مشكلة إنما مش مشكلة لو المدرب الحراس قدر يتعامل مع الحراس بشكل احترافي وبشكل نفسي كبير جدا ده مهم جدا مهم مهم جدا